لورا وصارة أيوب أختان من أصول مصرية لمع بريقهما في عالم الموسيقى بعد أن عزفتها على أشهر المسارح العالمية وحصدتها جوائز موسيقية عدة الموسيقى لغة عالمية اللي بتجمع الناس من كل الدنيا لورا وصارة أيوب أختان من أصول مصرية ولدت في اسكتلاندا وبدأت في تعلم الموسيقى منذ الصغر إلى أن لمع بريقهما في عالم الموسيقى العالمية حيث حصدتها عدة جوائز وعزفتها على أشهر المسارح كما تصدر الألبوم الخاص بهما قائمة الموسيقى الكلاسيكية بالمملكة المتحدة إحنا كنا بنسمع الموسيقى للراديو وكننا بنقول إحنا يريد أن نعزف زي كده إحنا بدأنا موسيقى وإحنا صغيرين أوي أنا كنت سبع سنين وأختي كانت أربعة إحنا بدأنا بالبيانو بعدين قربنا تشالو والفايلين بعدين إحنا دخلنا مدرسة مخصوص للموسيقى بعد كده دخلنا القلية كنسراتوارز في الإنجلترا أنا درست موسيقى في سكتلاندا وأختي في لندن وانعكس ثقافات الأختان المتعددة على عزفهما حيث تنوعت ما بين الكلاسيكي والمقطوعات الشرقية إحنا درسنا موسيقى كلاسيك بس طول عمرنا بنسمع جونرات البوب والجاز موسيقى من سكتلاندا لشن إحنا تولدنا في سكتلاندا وطبعا الموسيقى العربي أحلينا من مصر إحنا عزفنا موسيقى من أمر خايرت من فايروز عبد الحليم إحنا بنحب دليدة حلو يا بلدي موسيقى زي كده وكانت أغنية أبتان فونك هي بداية انطلاقهما نحو العالمية أغنية أبتان فونك بتاعة مارك رونسون ده كان أول بوب كافر إحنا عزفنا سجلنا فيديو وحطينا على النت وهو شاف الفيديو وكان عقبه بعدين إحنا نزلنا ستوديو معاه في أبي رود ستوديو في لندن وعملنا نسخة جديدة من الأغنية والفيديو الجديد كان بوكولر قوي وكان في جوز كتير وبعدين أختي وأنا إحنا عملنا عقد مع يونيبورسال ميجي إحنا عزفنا في قاعات كتير قوي أكبر قاع إحنا عزفنا في الرويل ألبرت هول في لندن دا قاعات كبير قوي بيشير لستة ألف نفر وكمان عزفنا في سكوتلندا في أوروبا في السين وفي الأوبرا هنا في القاهرة إحنا خرنا جيزة في سكوتلندا أشان إحنا كنا أحسن فننين خمس عشرين سنة وأعال واسم الجيزة يونج سكوت أورد إحنا ترشحنا لجيزة ثين عالمية اسمهم The Global Awards and Classic Brit Awards نهاردة بالليل إحنا عندنا حفلة مال كايرو Celebration Choir وحنازف مزيكة أول مرة إحنا نازف حفلة هنا في مصر كاسمت The Ayub Sisters ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر